السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابنا الحلوين إزايكم عاملين إيه وحشتونا جدا جدا أهلا بكم في فيديو بديد في كناة سكدا فاني بس يلا قبل ما نبدأ الفيديو تعالوا عدوا معينا من واحد لخمسة وقبل ما نوصل للخمسة تكونوا فجرتوا زرار اللايك اللايك اللي سباعة وفوق واملوا اشترك كتير كتير فعلوا زرار الجرس واملوا مشاركة مأجبر عدد من أصحابكم يلا حلال واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة يلا يا أصحابنا عشان نشوف هيحصل ايه في حلقة النهاردة وكمان استنوا وتفرجوا للفيديو للآخر عشان في آخر الحلقة هيكون فيه سؤال جاوبوا على السؤال بسرعة وكتبوه في الكومنتات تحت يلا يا أصحابنا راني ابني حمد الله على السلامة يا راني اتفضل يا والدي البسلة والجزر اللي انت طلبتاهما هم مالك يا راني مالك فيه ايه زعلان كده ليه انا ولا حاجة يا والدي انا بس متضايق شوية متضايق من ايه بس يا راني تعال 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 نتبخ الأكل ونكل مع بعض لا يا والدي انا ماليش نفسي ليه بس يا راني تعال يا حبيبي لا يا بابا قلتلك مش عايز اكل انا تعبان وزهقان جداً تعبان من ايه بس يا راني ضالان يا والدي وتعبان انا كل شوية بتحول لانسان وبعد كده برجع لدب تاني انا نفسي اكون انسان على طول ليه انا اتخلقت كده يا راني تاني يا راني ما انا قلتلك قولي الحمد لله انت ادخلقت كده خلاص يا راني وكذي ان قلبك طيب لا يا والدي انا لازم اكون انسان مش هينفع اكون دب شوية وانسان شوية انا زعلان جداً تعال يا راني تعال اكل معايا لا يا والدي لا الحب ذو لله اديني رجعت انسان تاني ايوا يا راني طب هتعمل ايه دلوقتي انا هطلع يا والدي عشان اشتغل في البنزينة شوية عشان نجيب فلوس نقدر نصرف بيها طيب يا راني طيب يلا روح يا ابني مع السلامة يا والدي يا عيني يا راني انت اتخلقت كده انا عارف ان انت قلبك طيب بس انا عارف انت قلبك طيب ما هعمل لك هي بس يا ابني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل ممكن تمليلي التنك بتاع العربية كله لو سمحت طبعا طبعا ثواني هملهولك كله متشكر قوي لا عفو بس ممكن اعرف انت ساكن فين ليه عايش تعرف ابدا ابدا بس بحب اتعرف على الناس انا ساكن قريب من هنا انا ممكن اعزمك على بيت يا عادي تعال اتفضل معقولة ممكن اجي معك يا ريت انا نفسي قوي اجي واشوف الناس ازاي عايشين ليه هو انت مش انسان ولا ايه قصدي ايوه ايوه انا انسان طبعا بس انا بحب اشوف اللي حواليا وكمان انا لسه واصل غريب عن البلد فحابب ان انا اشوفها واستكشفها اوه طيب طيب اتفضل ماشي طبعا بكل سرور اتفضل اتفضل ده باتي ياه ده انت بيتك حلو قوي شكرا شكرا اتفضل طيب طيب دب دب الحقوني الحقوني دب اسكت خالص ما تتكلمش ايوه انا دب دب ايه يعني مش فاهم انا اللي جت معك من محطة البنزينة يا عمر نستني لا لا ما نستكش منت دلوقتي عايزت اعديني يعني ايه مش فاهم انا ممكن اكلك لكن انا مش هكلك انا بس هعضك عشان انا مخلوق دب وكمان انسان شوية بكون كده وشوية بكون كده لكن انا لو عضيت انسان خلاص هكون مكانه وهو هيكون مكاني ازاي يعني زحر يعني ولا ايه مش فاهم لا مش زحر بس هو كده عشان افك التعويزه لازم اعمل كده لو عضيتك هاخد مكانك وانت هتكون الدب وانا مش عايز اكون الدب يا جدع لا هعضك يعني هعضك ضربش مني ما ضربش مني الحوني الحوني هقرمك يعني هقرمك وهعضك يا عمر لا لا متعدنيش متعدنيش خالص انت وقعت يعني هعضك يعني هعضك لا لا مضع الدريش والنبل بضع الدريش ههم خالص انا خدت شكلك انت بقيت الدب وانا خالص بقيت عمر خلاص انا خلطت حياتك وخدت عيلتك وهعيش في البدة وانت هتعيش طول عمرك الدبراني مع السلامة يا دب انا داخل جوا بيدي السلام عليكم وعليكم السلام يا بابا حمد الله على السلامة يا عمر مال صوتك اه ولا حاجة بس يمكن اخد برد شوية برد برد من ايه بس يا عمر الف سلام عليك الله يسلمك انتو عاملين ايه الحمد لله الحمد لله بابا جبتلي الحاجة ان انا قلتلك عليها حاجة حاجة ايه انا مش فكر حاجة وانتي ما قلتليش اصلا اجيب حاجة وانا جاي بابا انت نسيت انا قلتلك ازاي نسيت احنا متفقين من زمانه ان انت تجيبها النهاردة لا انا مش فكر حاجة يا مونة مونة مين يا بابا انا ساكتة طب يا بابا هم انت جبتلي الحاجة اللي انا قلتلك عليها حاجة ايه يا مصطفى مصطفى مين يا بابا انا يوسف يوسف اه يوسف ومصطفى اللي اتنين واحد مفيش مشكلة خلاص انا ما جبتش حاجة وانسيت اصلا اجيب اي حاجة وانا جاي طب خلاص يا عمر طب هروح اجيبلك الاكل اللي انت بتحبه اكل انا مش عايز اكل ممكن تجيبيلي عسل انا بحب العسل جدا عسل من امتى وانت بتاكل عسل يا عمر اه لا لا بس انا بقيت احبه هديلي عسل افضل عشان كمان انا عندي برد بس انا عمل لك الاكل اللي انت بتحبه يا عمر اكل اللي انا بحبه انا ما بحبش اكل ايه الاكل اللي انا بحبه ده انت نسيت يا بابا الاكلة اللي انت بتحبها ازاي ده انت بتحبها جدا انا ما بحبش حاجة قلت وكمان انا مش فاكر انت قلتلي اسمك ايه انا اسمي سجدة يا بابا ما قلت نساني خلاص اطلعوا كلكوا ناموا يلا معادي النوم وكمان مش عايزة يشوف حد قاعد هنا ابدا بس احنا يا بابا ممن نبش دلوقتي انا قلت يلا يعني يلا اطلعوا ناموا كلكوا مش عايز حد قاعد هنا وانا كمان يا عمر هطلع نام ايوه يا مديحة 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 مين يا عمر انا مسميش مديحة انا اسمي قلاء قلتلكوا خلاص مش مشكلة الاسمي كلها واحد يلا اطلعوا ناموا انا مش حايزة يشوف حد قاعد هنا ابدا دلوقتي وبعضين دلوقتي انا مش هعارف اجاوب على ولا سؤال من اللي سألوني عليه حتى اسميه من انستها دي حاجة تحير انا مش هعارف انا عملت غلط ولا صح عموما المهم ان انا بقيت انسان وخلاص مش هرجع دب تاني انا هحتاج ايه اكتر من كده لازم عايش في البيت ده لازم مش لازم ارجع دب تاني ابدا سجده سجده امي يا سجده ايه ده مين مين ايه ده دب دب انت جاي تكوني ولا ايه لأ لأ يا سجده انا مش دب انا بابا عمل بابا زي وانت دب يا سجده اللي تحت ده مش بابا الحقيقي انا بابا الحقيقي عشان اللي تحت ده عدني واخد شبه وخلاني انا الدب طيب يا بابا آه عشان كده ما كانش فاكر عاسمينة ولكن فاكر الاكلة اللي انت كنت بتحبها وكمان ما جاب لناش الحاجة اللي احنا طلبناها طب دلوقتي هنعمل ايه عشان نفك التعويزة دلوقتي يا سجدة انت هتنزل وتجيب كوبات النسك فيه وتحطيني فيه المنوم واول هو ما يشرب النسك فيه اللي فيه المنوم على طول هاينا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سجدة 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 ايوه ايوه افتكرت افتكرت اصلا عايز اشرب النسكة فيه شطر يا السجدة ادي نام اهو برافو عليك طب دلوقتي يا بابا هنامل ايه بصي انا دلوقتي هعده زي ما هو عدني وبعدين انا هبقى بابا الحقيقي وبعدين هبلض البوليس عني انا دلوقتي هقربك يا راني زي ما قرمتني هم 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 اخيرا نجات عمر الحقيقي ايه بابا بابا سجدة حبيبتي ايه ده يا مام الدب يا مام الحقيقي ايه ايه الدب ده ايه ده يا عمر هبقى اشرح لك بعدين يا قلق طيب بس ايه اللي حصل بس هبقى اشرح لك بعدين بس وبعدين البوليس جاي في الطريق دلوقتي البوليس يا ترى ايه اللي حصل والدب ده بيعمل عندنا ايه في البيت ايه اللي قلتلك هقولك بعدين ايه ده يا حضرت الزبط الدب اللي قدني اسمه راني واخد مكاني خلاص يا عمر بيه انا فهمت كل حاجة هوا انتم نديينه ايه عشان ينام كده بالطريقة دي منوم بس ايه منوم منوم جامل باين باين بس عموما دي حاجة حلوة جدا يا عمر بيه عشان نقدر نتمكن ان احنا ننقله من مكان ونشوف هنصرف معاه ازاي لان اللي عمله ده يبقى اكيد هو دب الشرس ودلوقتي شكرا يا عمر بيه افضل مع السلامة يا يا عمر كل ده يحصل وانا معرفش مش مهمة مش مهمة يا لأ المهمة عملتلي الفريق اللي لب احبها بس ايه يا بابا شكلك وانت دب حلو جدا حصدك يا سجدة ان انت شفتي بابا هو على شكل دب وكده يا اصحابي تكون انتهت حلقتنا يا رب تكون اعجابتكم ودلوقتي هسأل سؤالي الحلقة اسم الدب ايه ويلا بقى روح فاجروا زرار اللايك وعملوا اشتراك كتير كتير فعلوا زرار الجرس وعملوا مشاركة معكبر عدد من اصحابكم والشكران ويلا سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة